زمالك بيخش معسكر النهاردة كارترون بيتكلم ليه دخل معسكر وليه قبل 48 ساعة معسكر طبعا المباراة اللي فاتت كان واضح من خلال الأداء الفني نادي زمالك إنه كانش فيه تركيز خالص خصوصا في الشوت الأولاني راجل طبعا بيشوف الأخطاء اللي ممكن يكون حصلت له فيه الماتش اللي فات أو ما قبل اللقاء أكيد كان فيه أخطاء وأثناء اللقاء فبالتالي أول حاجة هو عملها هو الدخول في معسكر ده أنا بكلامكم على مستر كارترون ونادي الزمالك فكرة إن أنا في شهر رمضان بزبط الأكل بزبط النوم بزبط أمور كتير بحيث إن أنت تخش فيه المباراة أو الفريق نادي زمالك خش في المباراة فأحسن حالاته في هذا اللقاء خصوصا إن الماتش ده مهم جدا لنادي زمالك بعد الهدمة الأخيرة في المباراة السابقة وبالتالي الأمور بالنسبة لنادي زمالك استعداد بمعسكر مغلق للفريق وبالتالي كارترون طبعا عنده أمور كتير جدا بيحلها مع نادي الزمالك خصوصا إن أنا زي ما بقولكو إن في حالة خسارة نادي زمالك في المباراة القادمة مباراة الأهلي والزمالك هتبقى فيه مشكلة كبيرة لكارترون منها يعني المصدر اللي موجود اللي احنا بنتكلم فيه إن كارترون مش هيبقى موجود وإحنا قلناها قبل كده فيه أمور أخرى برضو منها تجميد بعض اللعبين الكبار اللي ممكن يكون بيتخزله في الفترة السابقة دي برضو هتبقى موجودة منهم يعني وحنا بنتكلم على أسماء أقول لكم أسماء بعينها أحمد سيد زيزو أوباما دول اللعبين اللي ممكن لو حصل هزيمة وما قدوش بالشكل المناسب هي دي النقطة اللي ممكن تكون موجودة عند الإدارة في الفترة اللي فاتت أيضا تولي دكتور محمود سعد مهمة إدارة الكرة في النادي بلجنة منفصلة ليه دي ممكن بعض القرارات في حالة هزيمة نادي الزمالك في المباراة القادمة مباراة الأهلي طيب إحنا يسا بنتكلم يعني على الأخبار عندنا برضو حميد أحداد بيقترب من قريطة هجوم نادي الزمالك وكان فيه كلام كتير في الماتش اللي فات برضو ماتش الزمالك مين اللي يبقى موجود حميد أحداد ولا سيف دين الجزيلي وكان فيه خطأ موجود الناس كلها قالت أن لا كان مفروض البداية تبقى سيف الدين الجزيلي لكن الراجل مقتنع وواضح أنه كمان في هذا اللقاء هيشارك حميد أحداد من بداية اللقاء لقاء القمة أيضا قبل لقاء القمة مفروض الإدارة عايزة تحفز لعيب نادي الزمالك بمبالغ مالية ومستحقات ليهم وبالتالي ما فيش فلوس بالكم المطلوب وبالتالي إدارة نادي الزمالك بتطلب من الشركة رأي 5 مليون جنيه على الأقل لهم ليهم 10 مليون ومعايزين 5 في الوقت الحالي بسرعة جدا عشان يحفزوا اللعبين وتدوم بعض المستحقات الخاصة بهم على الجانب الآخر نادي الزمالك